الحديث لسه مستمر عن قمة المناخ اللي بتصدفها شرم الشيخ واللي في حقيقة الأمر نقشت قضايا كتير مهمة من بين هذه القضايا هي تأثيرات تغيرات المناخ على ملف المياه تحديدا خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مخرجات هذه الجلسة والفعاليات وتأثير كمان التغيرات المناخية على المياه من الدكتور علي إسماعيل عضو لجمة تحديث الرأي اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير أهلا بيك وبيكي وصباح الخير على مصر كلها دكتور عوزين نعرف من حضرتك في البداية إيه اللي تم الحديث في هذه الجلسة عن التحديات اللي بتواجه أزمة المياه تحديدا في العالم ككل نحن نتكلم على تغيرات مناخية أثرت في العديد من الظواهر الطبيعية زي التصحر زي نظرة المياه وغيرها وجفاف الأنهار تمام سيادتك طبعا اسمح لي في البداية أن نحن نهني فخامة السيد الرئيس ومصر كلها بهذا المؤتمر اللي فعلا يعني حط مصر في خريطة العالم في قلب العالم من كل الأحداث ولهو انعكاسات كبيرة جدا اقتصادية واجتماعية وسياحية وكل حاجة طبعا هذا الحدث الكبير قمة المناخ مش مش مناخ ده هي اقتصاد يعني وعلاقات دولية فلما نقول النهاردة كان عندنا في جلسة كانت مخصصة للمياه وكان أهم حاجة نقشة المبادرة اللي تقدمت بها مصر اللي هي التكيف القطاع المائي مع التغيرات المناخية وده مبادرة كبيرة جدا هيبقالها تبعيات مستقبلية الجزء الثاني طبعا تم برضك ودي لها يعني فيها محاور ستة بتشتغل عليها هذه المبادرة يعني كانت بتتكلم طبعا على عملية طبعا اللي هو لما احنا نتكلم على موضوعات النمو الاقتصادي وتأثير النمو الاقتصادي ده على ايه على الميا العزبة ومدى تلوزها يعني وازاي نحافظ عليها الميا الخضرة وازاي نحطها في السياسات المائية بتاعتنا وفي الخريطة المائية في خريطة الاستخدامات بتاعتنا الجزء الانذار المبكر العلاقات مع دول حوض النيل أو دول الأحواض وازاي نعمل عملية رصد لتغيرات المناغية وتكيف معها في الأرصاد ونشوف ظروف الفيضانات وظروف السيول والموضوعات دي طبعا ان انت تدخل في هذه المفهوم الداخلي لذا الدول ازاي بقى تحط برامج التكيف المناخي مع إدارة منظومة المياه واستدامة هذه المنظومة من خلال بقى كل هذا الكلام ان انت كمان تبقى عندك حاجة بسموها اللي هي الاستدامة أو يعني دراسات واستدامة الاستخدامات مع تخفيض التكاليف اللي موجودة في عمليات إدارة المياه سواء كانت لمية في مية الشرب أو الصرف الصحي أو حاجات زي كده فطبعا كل الكلام ده ان انت تبقى حاطة دي ضمن البرامج بتاعتك هو كل الهدف هو ايه ان انا يبقى في عندي استدامة للبوارد المائية بالشكل الكافي وبالامداد الكافي وفي التوقيتات الكافية والتعاون ما بين الدول حتى يعني ازاي لان في دول بتبقى غنية وفي دول عندها ما زيادة وفي دول بتبقى فقيرة رغم انه ممكن تكون المياه بتمر عليه في نفس الوقت ان انت من خلال بقى مبادرة الانذار المبكر والرصد لهذا الكلام هتقدر تتحكم وتبقى عندك يعني انذار مبكر في إدارتك للمنظومة يعني النهاردة ممكن تبقى عارف ان انت عندك فيه فيضين جاي فبالتالي تبقى فيه إجراءات لهذا الكلام في عندك سيول هتنزل في عندك مطر غزير زي بقى تستخدم كل هذه ظاهرة الانذار المبكر ان يبقى في مصر مركز اقليمي او مكان اقليمي للتدريب والتقنية والتعاون يقدر يدرب الاخوة الافريقة في افريقيا دكتور يعني احنا عارفين ان بقالنا فترة بنتكلم عن دوبان الثلوب وإيه ده بيأثر على مية البحر وبيأثر على مية المحيطات وان فيه ممكن نوصل في مرحلة ان بعض الشواطئ ممكن تختفي تماما وبيتم غمرها بالمياه احنا عارفين ان احنا عندنا طبعا شواطئنا الموجودة وبقالنا فترة بنعمل حاجات حتى مختلفة في اسكندرية مصادات الامواج انا متخيلة ان احنا من خلال الجلسة دي اتنقشنا هنعمل ايه احنا وغيرنا في التعامل مع يعني انت عارف احنا بنتكلم من التوابع السلبية لتغيرات المناخ هي عمليات زوابان الجليد يعني دي احد التوابع السلبية للتغيرات المناخية فزوابان الجليد لما احنا بنتكلم ان احنا احنا حجم الماء العزب على مستوى العالم هو حوالي 2-2.5% من حجم الماء اللي موجودة كلها اللي احنا بنعتبرها مثلا حوالي 1.4 من 10 مليون كيلومتر مكعب. فأنت فيهم 2.5 ماء عزبة. هل الماء العزبة دي فيه أماكن فيها عندها نوع من التشبع وفيه زيادة. وفيه مناطق فيها حالة من حالة الفقرة. فإحنا النهاردة بنقول ارتفاع درجة الحرارة. يمكن إحنا في 30 سنة اللي فاتت حصل ارتفاع في درجة الحرارة حوالي 9 من 10 من الدرجة. نعم. إحنا كل إحنا بنحاول عليه. والعالم كله ده بيشتغل على أنه ما تزيدش درجة الحرارة عن 1.5 درجة. نعم. لأن ما زاد عن ذلك. هيحصل يعني زي ما سموها الكوارث في العالم. هتتغير مناطق مناخية. تغير في النظام البيئي بشكل. في النظام البيئي. الحشرات اللي هتنتشر. الأمراض اللي هتنتشر. أمور كتير. حتى في عملية الأقلامة مع الناس والبشر نفسها التغير ده. فالنهاردة زيادة ارتفاع مستوى حصل زيوبان للجليد مع ارتفاع درجات الحرارة. هتبتدي تزيد مياه البحر. حنا بنقول مياه البحر زادت حوالي 3 ملي متر. خلال الشواطئ. في مشاكل كبيرة جدا. نحن عندنا الدلتة. ناخد إجراءات كبيرة. وخاصة المناطق الدلتة والمناطق الشاطئية. والنهاردة لما بحصل ضغط على المناطق الشيعة. وهيحصل فقط أسر. يعني لو حصل غمر أو تأكل أو نحر في الشواطئ. هيحصل هجر. قد نصل في أي مدينة من المدن. مش لازم عندنا لمرحلة الغمر. ولا نحن نتكلم فيه تآكل فقط. فيه تآكل. عندنا حاجتين. فيه ارتفاع مستوى. فبقى فيه غمر لمناطق قد تقوم منقفضة. فبالتالي تركبها المياه. وبالتالي يحصل لها تمليح. أو فيه أكل دي. لما بنسمحنا. نتخيل أن مدينة كاملة ممكن تغرق أو مكان طائل. العملية مش هتبقى بالسهولة دي يعني. بش بزي. يعني. ربما لو هذا حدث فيه جزء من الدلتة هيحصل فيه كثيرا. هو بص إحنا شوفهم وقولوا إحنا قعد أحد الدلتات المرشحات. لكن هذا الكلام هو ده كلام مبنى على سيناريوهات. يعني ده مبنى على سيناريوهات. لكن لو تصور أن انت ارتفعت ماء البحر متر. تتصور أن المستوى. احنا بيكلف ثلاثة ملي متر. لكن لو ارتفع متر أو متر ونص. إيه لا يحصل؟ صحيح. هتبقى فيه حصل غمر لمنطقة تأكل. هتبقى المياه حصل. لكن هذا الانذار المبكر. وعشان كده احنا بنعمل. وعشان كده فيه خطط قومية. والدولة المصرية كانت صباقة لهذا المفضوع. وحصل نوع من برنامج قومي اسمه حماية الشواطئ. حماية الشواطئ. وده بتصرف عليه يعني بلايين الجنيات. بتتصرف عليه على أساس أن أنا بقل ضغوط حركة الأمواج. عشان نحرم. كان أنا عندي مشكلة كبيرة جدا في منطقة رشيد. تأكل الشواطئ في رشيد. فيه عندنا في سكندرية. احنا خايفين على حماية منطقة سكندرية. وبالتالي بنعمل حواجز لديه. حق الأجيال في الحفاظ على موردنا. أنا الكلام ده بينعكس على الدلتة في إيه؟ خلي بالك نقطتين مهمين. في حاجة بنسميها السيواطر انتروجن. يعني في دخول ميت بحر بضغط مستوى ماء بحر. خلال راديا الفلو يخش على الدلتة. يمكن إحنا عندنا النهاردة خط ميت البحر وصل لمستوى طنطة. وأو ممكن تتحرك من هذا المستوى ده بينعكس على إيه؟ على المياه الجوفية الموجودة وملوحة المياه الجوفية وبالتالي بينعكس على مستوى سطح الأرض وبالتالي مستوى الملوحة وبالتالي بتأثر الانتاجية المحصولية في هذه الأراضي. طب لو زاد الغمر وأراضي حصل فيها غمر وحصل فيها تصح. هيحصل هجرة للسكان اللي موجودين يمكن أعلى كسافة سكانية موجودة في شمال الدلتة. فلنهاردة حصل الكلام ده يعني فلازم هنا الدولة أيما بتدور كافي للحماية على أساس أن انت بتحافظ على استدامة أفراد وتواجد أفراد وحماية دخولهم في تكسب العيش بتاعهم في هذه المنطقة. فانت بتعمل نوع من التكيف مع التغيرات المناخية في هذه المنطقة. فبصر أيما بدور كبير جدا فيه مشروع حماية الشواطئ ودول العالم نفس الكلام. يعني بشيحنا بس بشيحل في هذا الموضوع. نعم. طيب دكتور يعني احنا بنتحدث عن قمة هي الأكبر في العالم بنتكلم على أكتر من مية وعشرة رئيس دولة أو زعيم في دول العالم. بنتحدث عن منظمات مجتمع مدني منظمات دولية. يعني فيه نوع من أنواع التضافر. فيه نوع من أنواع نقل الخبرات من الأطراف من الطرف للطرف الآخر. إيه هي الخبرات اللي ممكن أو المكتسبات اللي نقدر نطلع بيها من خلال هذه القمة فيما يخص ملف المياه فيما يخص معالجة المياه فيما يخص أيضا تحسين جودة يعني ده كلام ده سؤال مهم جدا وأعتقد أنت يعني كده حطت إيدك على الأهم نقطة عندنا. إحنا هنطلع إيه بالكلام ده؟ صحيح. أنت الوقتي فأنت النهاردة من خلال أنت أريد مصر عندها مشاكل أصلا مصر عندها عجز مائي. حصتها من مياه النيل هي هي بكي 5,5 مصر. الحصة الرئيسية من مياه النيل حوالي 7,7% من مياه النيل بتجيلي. صحيح. بالباقي 3% مع زيادة السكانية أيضا. مع زيادة السكانية كنت بتتكلم في موارد مائية في الخمسينات 55,5 مليار عدد سكان كذا وعشرين مليون كان نصيب الفرض أكتر من ألفين متر مكعب. النهاردة في عشرين تنين وعشرين أحنا أقل من 600 متر مكعب فإحنا في حد فقر مائي في عشرين خمسين هيبقى مية خمس سبين متر يعني 254 متر مكعب مياه فأنت بتتكلم في فقر مائي شديد أنت بتتعرض لي فأنت إزاي تستفيد بقى من الخبرات المكتسبة اللي في العالم كله لإدارة المنظوم من هنا مصر حطت استراتيجية لإدارة منظومة المية عشرين ثلاثين ثم العشرين خمسين لكن إزاي بقى هنا النهاردة إزاي أنت تعظم الظروف المستوى الاحتياجات المية بتاعتك إزاي تعظمها يعني أنا مصر بتاعتك في الزراعة حوالي 80% من مية النيل بتاخدها أنت في الزراعة تمام بناخد حوالي 38 مليون متر مكعب مية حال هي الزراعة بتاخد 38 مليار متر مكعب لكن ده الفريش غطر من المية الفريش اللي هي المية الخضرة اللي جاي من النيل غير ملواصم تمام عندك الصناعة بتاخد مثلا حوالي من 8 إلى 10 مليار 146 مليار دي مواردنا اللي هي موية النيل طيب أنا النهاردة عدد سكان بقى 104 مليون وكل الكلام ده أنا عايز إيه ده أنا عندي طموح أنا عندي برنامج طموح لاستصلاح 4 مليون فدان بشتغل فيهم وبرجع 2 مليون فدان كانوا منسيين وبشتغل فيهم يعني 6 مليون فدان قد الدلتة الوادي والدلتة الأدامة فهنا النهاردة فالخبرات المكتسبة هي إدارتك الجيدة للموارد المية وتعظيم الاستفادة من وحدة المية وبالتالي أنت عندك خطين بتشتغل فيهم الخط الأولاني اللي هو ترشيد استخدام المية تحسين نوعية المية اللي إنتا باعتكلم عليها الموطق التاني إيه تحسين النوعية أنا أريد أن أخذ السؤال ده لأنه أعتقد أنه له أكتر من جزء نتحدث فيه فكرة تحسين نوعية المية أو جودة المية واستخدام تكنولوجيا حديثة فيها ده مش بس حينعكس علينا في المية أعتقد أنه ده لو استخدمنا القصة دي ممكن تفرق معنا في استخدام الوقود التقليدي والإنبعاثات الحرارية اللي بتطلع منه فإحنا عندنا خطة للاقتصاد الأخضر في خطة مصر للفترة القادمة ده كله حيمشي مع بعض بالتوازي وده كله ممكن يسمع في بعض ببتأكيد خلي بالسيادتك أنت إحنا عندنا يعني إحنا ماش مصر دخل دخلة في هذا الموضوع بقوة جدا وهذا المؤتمر يمكن أعتقد أنه فيه جزء كبير جدا من الطاقة النظيفة وإنشاء الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر ويمكن الاتحاد الأوروبي طلع منحة 80 مليون يورو أعتقد لموضوع الواقود الأخضر للهيدروجين الأخضر مع الأمونيا الخضرة هذا الكلام وعشان تموين السفن في منطقة قناة سويس ده جزء مهم جدا النهاردة أنت لما تتكلم عندك أكبر محط الطاقة الشمسية مصر عندها الصحراء الغربية فإن شاء الله مصر تبقى مركز العالمي للطاقة النظيفة فبالتالي هذا الموضوع سيكون له انعكاسات كبيرة جدا سواء على مصر أو الدول الأفريقية أو على أوروبا لأن انت هتوفر جزء من احتياجاتك من الوقود الأحفوري هتصدره للغير في نفس الوقت انت هتطلع الغاز الطبيعي هتدي له أوروبا فكل هذا الكلام هيبقى موجود لكن احنا عايزين نقول احنا التقنيات مصر سبت في هذا الكلام مصر معالجة مياه الصرف اللي هي التقنيات اللي موجودة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي النهاردة عندنا أكبر محطة إن بتعملوا والمحطة التالتة بتخلص عندنا محطة بحر البقر بستة ونص مليون متر مكعب مياه معالجة وصالحة للزراعة وبالتالي ده بيديني انعكاس على نوعية المياه وعادة الاستفادة من مياه كات معدمة أو مياه رمادية اللي تتحول إلى مياه بشكل جيد عندنا محطة المحسامة فيها مليون متر مكعب عندنا أكبر محطة جديدة اللي هي في مشروع الدلتة الجديدة اللي هي محطة العالمين الجديدة دي حوالي 7.5 مليون متر مكعب فدي ده جزء مهم جدا من التقنيات الحديثة اللي احنا بيستفيد بها احنا النهاردة بندور عليه على تقنيات لتحليط مياه البحر بقى لأننا النهاردة أنا ما عنديش كفاية من موارد الماء اللي أنا بستخدمها فأنا بعيد استخدام الماء أكتر من مرة كفاية استخدام مصر خلي بالي سيادتك بنقول عليها من البلاد الرائدة اللي سبقت العالم كله في إدارة منظومة الماء ومن بداية مصر هي عرفت الرأي الحديث من أيام محمد علي باشا ومن أيام القضباء المصريين صحيح فإحنا لكن إحنا هنا الوقت بنقول مصر بتتحدث مصر جديدة بتونش بفكري جديد بتستخدم تكنولوجي جديد فأنت النهاردة كل الماء اللي كانت بتترمي ماء صرف صحيح أو ماء صرف زراعي بتعيد استخدامها وبشكل جيد فأنت هنا تعظيم الاستفادة وتحسين نواية الماء في نفس الوقت عندك منظومة تحديث الرأي وإعادة استخدام الرأي الحديث في أراضي كتير من الأراضي وبالتالي هنا التقنية استخدام سمارت اجريكالشر الزراعة الزكية مع منظومة الرأي الاتنين مع بعض بنستخدم الطاقة مع الغذاء مع الماء التلاتة لما بنحطهم في المسلس بنقدر نعظم الاستفادة من الماء طيب دكتور لو يعني حضرتك هتحط ملف أمام متخذ القرار أو صالح القرار في مصر بأهم المشروعات التي لابد من أن تنفذ بسرعة إيه هي المشروعات اللي هتحطها فيها هو طبعا إحنا زي ما بيقول كده إحنا عندنا أول ملف إن إحنا شغالين فيه ولازم بنشتغل فيه بشكل كواس جدا هو الوعي المائي لدى المواطن أن يكون هناك وعي مائي لاستخدام منظومة إدارة المية سواء كانت في الزراعة سواء كانت في الصناعة سواء كانت في الإسكان يعني ما ينفعش أنا عندي مية ولاقي واحد عمال يخصف في عربية في شارع تحت بند التوعية والترشيك ده يبقى الترشيك ده أول حاجة يبقى هنا وسائل الإعلام وده دوركم أنتم أنتم تبقوا فعالين جدا أي مية صرف مجاري أو أي شيء في مياه في المياه في المياه في المياه المياه ممكن أقاطعك يا دكتور وده عندنا القانون أعوذر ومعليش يعني خلينا نقول أن في حاجات من البديهيات وفي حاجات يعني الناس مش معقولة حنا قفت دلوقتي نقعد نقولهم بطلوا تخسلوا العربية الناس عارفة وهي بتخسل العربية أن ده مش معلش وبتستنى تشوف لما ما يكونش في حد بيأخذ بالو منهم أنا مش متفق معك منا في المياه دي طيب وجهة نظري أولها أحمد فكرة أن احنا ما نرميش ملوثات فنيل طبيعي دي المياه اللي بنشرب منها فطبيعي نحنا ما نعملهاش الفكرة بقى أن احنا ندي بدايل أرخص وأسهل تساعد الناس على أنها تخرج من قصة أنها تستسهل أنها ترمي أو تستسهل فيه الوقت في التنظيف الجاف وفيه التنظيف الهواء وفيه حاجات كتير قوي فالمفروض أنه زي ما أنت بتقول دي خدمات شركات السيرفس تقدر تعامل هذا الكلام لكن أنا أنا بتكلم بلاجب فيه كونسبت لدى المواطن أن المياه دي مش حملية سهلة يعني يعني القدماء المصريين كانوا بيعملوا إيه بقولك لا تلوس النهر ده مكان الشرب ده مية الشرب ومية الحياة فبتلوش هذا النهر وكان بيحافظ عليه وبيقدسه كان فيه عروس النيل اللي كل سهلة كان بيربيع فيه يعني احتفالا ببصب الفيضان فإحنا لما نقول أن احنا من البداهيات لنا كدولة وإحنا النهاردة في القرن في الـ 22 ما ينفعش أن أنا لسه أرم مية مجاري وصرفه ودخله على المجاري المائية المفروض أن المية دي تتعالج طبعا الكلام ده عايز فيلوس كتير جدا الدولة بتبزل جهود ضخمة جدا في أن هي تعمل معالجة عندنا النهاردة عادة اللي هي استخدام يعني تدوير المخلفات وتدوير المخلفات الصرف الصحي على فكرة ده ممكن يبقى فيها وقت اقتصادية كبيرة جدا طبعا المصارع وتشغيل عمالة وترايب لما المصارع تشتغل يعني فيه ما نقول التكلفة الانشائية كبيرة فإحنا ده مهم جدا أن احنا نحدث نزق يعني ملف تحديث منظومة الراي ده مهم جدا من الحاجات المهمة جدا في الدولة المصرية طبعا احنا بنقول أن احنا بنقول للمزارعين النهاردة استخدام الطاقة الشمسية وتوفير قروض بسعر بسيط في تشغيل مكينات الراي والرفع يعني يعني عايزين نخلي المبادرة أن احنا من هذا المؤتمر أن بدل ما بتبقى 5-7% لا خليها 2-3% أنا بجايلي قروض لهذا الكلام وجايح ومنح نتوفير بدايل بدل ما نقول لهم بطلوا 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 ومعرفين لهم لهم بطلوا لكن لهم بطلوا واستخدموا كسر إن هنا هي التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إدارة مكينات الراي ده جزء مهم جدا هيقلل الضغط على القهرابة كمان يعني يعني على شبكة القهرابة الأسرية وهيوفر جزء من الطاقة وهيستخدم طاقة نظيفة وهيقلل الوقود الأحفر اللي أنا باستخدمه في مكينات الديزل ده طبعا ده لازم أنا عشان أخليه نروح لهذا الاتجاه لازم أحسسه بالدعم المباشر إنه هو يستفيد كمزارع وهو صغار مزارعين بإمكانياتهم اقتصادية فدي ده جزء موجود عندنا برضا يمكن بنحط الدم مثلا المتخص للقرار الجزء هو إحنا يعني هنكمل في موضوع حماية الشواطئ وحماية الدلتا لأن حماية الدلتا دي جزء مهم جدا نحافظ عليها فلازم في مشاريع كانت شغالة لكن محتاجين دراسات للتنبؤ واستمرار لرصد مستوى تدخل مياه البحر على مستوى الدلتا وبالتالي بابقى عامل منوترنج بشكل ثابت أنا عارف فين في نفس الوقت أنا لازم لما جي لعند مياه زيادة في الفيضان وعند مياه لازم محتاجة أقصل المجاري المائية على فترات على فترات يعني أنا مش لازم أخضر المياه بتاعتي أنا بأقصل المجاري واستخد من هذه المياه واحنا ماشيين في منظومة مهالجة كل المياه وبنعيد تدويرها فبولك احنا عندنا كفاءة راي بتصل إلى استخدام الماء 86% لأنه بيستخدر الماء أكتر من مرة نعم يمكن أنا متفق مع حضرتك دكتور فكرة أن الوعي الوعي هي معركة حقيقية بيواجهها يعني القيادة السياسية وبيواجهها كل متخذ قرارنا في مصر لأن أحيانا زي ما قالت منا في حاجات بديهية احنا عارفين لكن للأسف ممارساتنا بتكون خطئة رغم اللي احنا عارفين الصحي فين وغاق أقولك وذكر خلينا أقول حقيقي هنا بدأ تحديدا ويمكن حاجة شخصية أنا تعرضت لها من يومين فكرة أنا ماشي بعربيتي في وش عربية تانية جاية بالعكس فبقوله أنت رايح فين السلوك فبيقولي أنا داخل البنزينة فبقوله أيوة البنزينة بنزينة إيه حوايك ماشي عكس وانت بستمتع وفخور به القانون تفعيل القانون على الكبير والصغير إذا أنت نفست قانون صح ما فيش فيه مجملات ما تسحبتش الرخصة وحا حتجابه لك ما كلمك بمنتال الأمان هو ده القانون لو أنا القانون بيسرع على الجميع هنا حتلاقي الانضباط لو ده لأ نفسه الكاميرا جابته لو الكاميرا جابته وخد مخالفة إيلة يعرف أن الله حال نفس الأمر على اللي بيلقوا المخالفات في إيل هو تطبيق القانون وإحنا في دولة قانون الآن وأعتقد يعني خلينا عاديين نسميها إحنا يبقى عندنا حاجة جديدة بتنتشر يعني إحنا عندنا شرطة البيئة بس أنا مش عايز أقول شرطة البيئة اللي بتشغل على على النقل بس أنا عايز يبقى أفراد متطوعين دولة تدي لهم ده مجتمع مدني ياخد هذا المفهوم ويتحرك فيه ويبقى بدعم منين وحماية من الدولة المصرية ونشوف ده أحيانا من المبادرات الشبابية اللي أصبحت موجودة حاليات هي هي دي فدولة هيبقى هم في كل مكان صحيح بنشكر حياتك دكتور علي إسماعيل عضو لجنة تحديث الري شكرا على وجودك معنا أنا اللي بشكركم فرصة عيدة جدا بشكركم